كرر تلب نداء واحد صاحبي بقاله اكتر من شهرين بيقولي على محل في حتة انا على طول باتوه فيها وهي شارع تسعة في المعادي واسم المحل ده مستر بوتيتو وهو ما بيعملش غير حاجتين البطاطس والبطاطا بس بيعملهم بكل صورهم فتعالوا نشوف اقتراحات صاحبي دي بقى هل هي حلوة ولا سحلني مع الفاضي واول حاجة هبدأ بيها هي الجاكت بوتيتو وهي كانت معمولة هنا على الطريقة المكسيكية يعني عليها لحمة مفرومة ومكسي جبن وشوية حاجات من اللي قلبك يحبها دي وبص صراحة هو المكسي كله كان طعم حلو بس لو كان ليه تعقيب واحد بس عليه كنت حاسي ان هي المكسي جبن اللي فوق ده كان محتاج يسيح اكتر لكن هو هنا تحس كيان هو اخد وش حروقة من فوق وبعد كده اللي جوه نفسه كان لسه متكتل بس عادي يعني دي هيلعوه بس في درجة الحرارة بتاعة الفرن وهي اعطيت زبط كل ده وبعد كده بقى جربت طبقين بطاطس اول واحد منهم بصوص الشادر والهاليبينو والهودج وهو كان حلو الصراحة التدبيل اللي على البطاطس كانت بينه صوص الشادر كان طعمه حلو الهودج برضه مع الهاليبينو كان كويس بس ده انصح الناس جدا ان هم لازم يأكلوه في المحلة ده ما ينفعش ديليفري عشان الجبنة هتبوز البطاطس وقاء صحيح هم عندهم كل اضافة بسعر فاتوتا للطبق ده واحد واربعين جنيه وهسيب لكم الطفنيتة بتاعته على الشاشة برضه الطبق التاني بقى وهو اللي فعلا كان حلو قوي كان طبق بطاطس بالميكس جبن وستريبس وشادر سوس انا بالنسبالي الصراحة شادر سوس ده كنتم ممكن تشيله بس اللي ستريبس مع ميكس الجبن كان رائع رائع وهنا بقى ميكس الجبن كانت سايحة اكتر من اللي في الجاكت بوتيتو اللي في الاول فالصراحة مزجيتني قوي وبرضو سعر الطبق ده اتنين واربعين جنيه وهسيب لكم الطفنيتة على الشاشة وبعد كده بقى قلت اجرب شوية حاجات من الابتايزرز واول حاجة هبدأ بيها تورنيدو وللي منكم ما يعرفش التورنيدو دي بتكون بطاطساية تقطعت على شكل حلزوني واتفردت على ستيك طويل عشان في الاخر تدينا الشكل ده الشكل اللي كلنا واحنا صغيرين كان نفسنا فيه زمان طبعا كانت بتتبع بقى اركام صغيرة بس دلوقت طبعا بما ان الدنيا غليته بتاع فدي ب18 جنيه بص انا مش عايز اطول عليكم في دي بس ايه كانت حلوة جدا يعني هي كانت مقرمشة بس في نفس الوقت مش محروقة زقت كمان ان التوابل اللي عليها كانت حلوة جدا وبيك كمان معها صوص من اختيارك اي حاجة ما انت عايزها فانت ممكن تديب كده برضو جوقها فانا بساطة صراحة به وتاني حاجة في الابتايزرز هي الكورن دوغ سعره 20 جنيه وهم هنا بيعملوا بشكل مختلف شوية عن التقليدي يعني التقليدي بيحطوه في حاجة شبه العجين كده شوية والعجينة بتاعتها بتبقى منفوخة لا هنا بتبقى قريبة من البريدنج بتاعت البني وبيحطولك كده منفوية شوية هاني ماسترد وبتاعها الصراحة كانت عمها كويس بس اوفرول انا الصراحة بفضل العادية اكتر وجبت برضو المونزاريلا ستيكس اربع صوابع بتلاتين جنيه بيجي معا صوس من اختيارك بس انا ارشح الصراحة لسويت شيلي زي ما مكدونالز كانت بتعمل وهي عمتا كانت كويسة يعني بتشد طعمها مع السويت شيلي كان كويس فانت لو بتحب المونزاريلا ستيكس قوي وبتروح مكان عشان خطر تطلبها روح حتها تتبسط بيه وقلت اخر حاجة كونها بقى قبل التحلية هي سندويتش بطاطس بالسجوء بالجبنة الكيري في عيش صاغ طبعا انت عارفين قد ايه المصريين بيقدروا السجوء مع الجبنة الكيري بس المفاجأة بقى ان انا مش من المصريين دول هو السندويتش طعمه حلوة ومليان الصراحة وكمان سعره 36 جنيه فهو سعره كويس بس انا بالنسبة لي كان هيبقى احلى بكتير لو كان بدل الجبنة شدر دي مكس جبن كان هيبقى في حتة تانية خالص وعمتا ده موجود وده موجود والاتنين بنفس السعر يلا بينا بقى نخش في الحلو والحلو عندهم هو البطاطا فجربت ثلاث تواجد مختلفين اول واحد كان حجمه وسط بالنوتيلا والايس كريم سعره 50 جنيه وده حقيقي عالمي عالمي بكل معاني الكلمة يعني النوتيلا مع الايس كريم مع البطاطا نفسها كده وهي بالزبدة وسيحة كده فبصوا بصوا في حتة تانية خلص بالذات كمان ان انا واحد بحب اوي الحاجات لما بتكون عكس بعض يعني مثلا سخنة وبارد في نفس الطبق اللي هو الايس كريم مع البطاطا السخنة وفي النص كده النوتيلا عالمي ودخلت في اللي بعده بقى اللي هو كان طاجن صغير بطاطا باللوتس كان سعره 40 جنيه بس انا بالنسبالي ده كان بيجزع قوي كنت محتاج مع ايس كريم فجربت كابل ايس كريم اللي جنبه فكان طعمه احلى بكتير واخر واحد بقى هو معمول بطريقة شارئي كده شوية وهو عسل بالاشطة بالمكسرات سعره 60 جنيه وهو كان حلو جدا برضو بالذات ان انا واحد بحب جدا العسل بالاشطة وكمان المكسرات اللي هو كان حاطتها كان حاطت بندق وعين جمل فهو كان مكلف برضو في المكسرات والمفاجأة بقى كمان ان انا لما روحت وكالت الطاجن ده بعد لما بارد كان حلو جدا برضو بس اوفرول لو انا هرتبهم كده طاجن النوتلا بالايس كريم ده طب لطب وبعد كده العسل مكسرات وبعد كده اللوتس انا الصراحة كنت حاس ان في حاجة محتاجة تكسر طعمه يعني يعني اما مثلا ايس كريم او قشطة او حتى مكسرات اي حاجة بس المهم ان كان فيه حاجة تكسر التجزيع اللي في الطاقة واخر حاجة بقى طلبتها هي البطاطا المقلية ودي كانت اول مرة جربها في حياتي لما جربتها كده وهي سخنة في الاول حاسيت طعمها نيوترل خالص يعني هي ولا هي حادة ولا هي حلو فكنت محتاج حاجة بس تغمسها بيها والصراحة سوس الكراميل عندهم حلو جدا فانا رشحه لأي حد لما تروح هناك وبقى طلب الاتنين دول مع بعض ودي كان سعرها 30 جنيه وملخصا بقى للفيديو ده تطلب ايه من هناك انا بالنسبة لي حاجتين من الحاجات المختلفين اللي انا بلايهمش في اماكن كتير اول حاجة منهم هي التورنيدو كان طعمها حلو جدا حقي والبطاطا المقلية هي دي اول مرة دوها وحقي كان طعمها حلو تستاهل التجربة ومن الحاجات العادية طبق البطاطس بالستريبس بمشكل الجبن ده برضو الصراحة كان حلو اوي بالنسبة لي ولو انت واحد من الناس اللي بيحبوا الجاكت البطيطة او البطاطس البيوري فهتعجبك قوي من هناك ولو جاي في تحلية بقى فطاجن البطاطا بالنوتلا والايس كريم ده كان طب الطب حي ده لازم فعلا تجربه من هناك وبس كده ما تنسوش بقى تقولولي تحت في الكومنتات هل جربت المحل ده قبل كده ولا لا ويه رأيكم فيه وشكرا جدا لكم لو انتم لسه بتتفرجوا لغاية دلوقتي كان معكم ابوزة من قناة لايفوز ابوزة سلام